وللمزيد أيضا من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد تحية زيارة مهمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندية وذلك كضيف شرف رئيسي في الاحتفالات الخاصة بالهند بيوم الجمهورية دلالت ذلك في مدى التقارب بين الدولتين مصر والهند هو في البداية طبعا هي دلالة مهمة على دور الدولة المصرية في الوقت الحالي والعلاقات المتميزة السماعية بين مصر والهند لو شفنا السياسة الخارجية المصرية متنية على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم وخاصة الدول الكبرى ومن المعروف أن الهند من القوة لفعلة القارة الأسيوية تمتلك العديد من الخبرات تمتلك تكنولوجيا علي جدا تمتلك أيضا خبرات في كافة المجالات الاقتصادية على مختلف المستويات والعلاقات بين مصر والهند منذ أن تولى رئيس عبد الفتح السيسية علاقات متميزة كان في زيارتين من رئيس عبد الفتح السيسية إلى الهند وأيضا لقاءاته مع العديد من قيادات القيادات في الهند من أجل طبعا زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومن أجل أيضا للتصمارات داخل مصر من جانب الهند والاستفادة أيضا من التكنولوجيا العالية التي تتميز جاها الهند خلال الفترة الماضية إذن علاقات متميزة الهند تعلم جيدا قدرة وقوة الدولة المصرية في محطة وأنها القوة الفعلة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الهند من القوة الفعلة في القارة الأسيوية وهذا التقارب سيعود بالنفع للطبع على الدولة المصرية في الكثير من المجالات المجالات الاستثمارية والمجالات الاقتصادية التجارية وأيضا سيعود بالنفع على الدولة الهند في نفس الوقت وهذه الزيارة هو بالفعل تقدير كبير لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما بزلوا كل السنوات الماضية منذ عام 2014 حتى وقتنا هذا ليس على مستوى الجمهورية المصر العربية فقط ولكن على مستوى الإقليم والمستوى الدولي نعم في هذا الإطار وفي ظل المعطيات التي ذكرتها أستاذ جميل ومثلما تبعنا في التقرير الخاص بالسيد الرئيس ونشاط السيد الرئيس في هذه الزيارة هذه الزيارة تتزامن مع مرور 75 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بين مصر والهند وهناك من المقرر أن تكون هناك لقاءات مهمة على جميع الأصعاد على الصعيد الاقتصادي وكذلك أيضا على صعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قراءتك لذلك هو بالطبع العلاقات بين مصر والهند علاقات متميزة جدا وعلاقات تاريخية منذ نواقع الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس المزراء الهندي لنحو الشراكة بين مصر والهند عام 55 طبعا العلاقات متميزة على مدى التاريخ وكان برضو مصر والهند لهم دور كبير في إنشاء لتحالف عدم الانحياز أو دول عدم الانحياز بالطبع فالواق الحالي طبعا لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الوزراء الهندي وقيادات الحكومة الهندية في الواقع الحالي في هذه الزيارة طبعا ستقود زي ما بقول لالحضرتك بالنساء على البلدين هيكون فيه بالتأكيد هناك المزيد من الاستثمارات بين البلدين في المجال الاقتصادي والمجال الاستثماري تقدير الهند طبعا لهذه الزيارة وتقدير الهند لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت الحالي ومن خلال هذه الزيارة ومن خلال المبحثات دليل يقتبع على العلاقات المتميزة الهندية المصرية هذا دليل بالطبع على الدور المصري اللي أجنته خلال الفترة الماضية المزيد من الاستثمارات بين البلدين وخصوصا في مجال التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا إلى مصر وتوطنها أيضا دام من الإهداف الرئيسية للدولة المصرية في الوقت الحالي نعم أشكرك جزيلا شكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك